لا حياد إزاء صوت المدافع دول أوروبية لطالما قابلت الأزمات العالمية بالصمت تخلت عن صمتها هذه المرة ورفعت الصور رفضا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا السويد، فنلندا، نمسا، سويسرا وإيرلندا ذهبت أبعد من الرد فشاركت في عقوبات اقتصادية على روسيا وأغلقت أجواءها أمام الطائرات الروسية وقامت بإمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية خفيفة ومضادات الطيران والدبابات السويد أعلنت إرسال قاذفات مضادة للدبابات إلى أوكرانيا وأسلحة خفيفة كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي أما فنلندا، فأعلنتها صريحة استهداف أوكرانيا هو استهداف لأمن أوروبا بكاملها وأرسلت طائرة معدات طبية وألف يخوذة وماء تنقالة إسعافية لدعم حكومة كييف النمسا أيضا أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الروسية منذ السابع والعشرين من فبراير الماضي فيما سويسرا انضمت لدول فرضت العقوبات على موسكو وجمدت أصول أرصدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعديد من وزرائه في بنوكها إرلندا توعدت روسيا بدفع ثمان باحظ مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأمم المتحدة على محاسبة الرئيس الروسي في حين أوقفت النوروج جميع الاستثمارات الروسية منضمة للدول الرافضة للتصرف الروسي مواقف تشير في مضمونها إلى الخطر الذي يشعر به الغرب إزاء العمليات العسكرية الروسية والتي قد يمتد أثرها على كامل القارة الأوروبية عبد السلام الشبلي العربية